سلام عليكم ورحمة الله تفعلوا الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة أنزل بيها فيديو جديد كل المقادير كتبتها في صندوق الوصف نقول بسم الله ونبدأ بطريقة العمل في مقلات وعلى نار هادئة ذوبت أصبع من الزبدة تقدرون تستبدلون الزبدة بالزيت رح أضيف أيضا حبة بصل متوسطة الحجم ثرمتها ناعم تقدرون البصل تبرشو أو تثرمو حسب رغبتكم فصل من الثوم أيضا ثرمتها ناعم وضفتها ورح أقلب هوية البصل إلى أن يذبلوا صفر لونه بعد أن ذبلوا البصل ضفت قطعة كاملة من صدر الدجاج قطعتها مكعبات بهالشكل هذا صدر دجاجة كاملة ورح أبقى أقلب الدجاج إلى أن يتغير لونه وصير لونه كله أبيض وقد أقلب صدر الدجاج بهالشكل هذا على نار متوسطة إلى أن يتغير لونه وصار لونه أبيض بهالشكل هذا اللي إذا شوفوا إسه رح أضيف حبة بوتيتا وحدة حبة بطاطا قطعتها مكعبات صغيرة حتى تستوي بسرعة لازم كمية الدجاج أكثر من كمية البطاطا والبوتيتا حتى تحصلون على الطعم المطلوب رح أضيف إسه مجموعة من التوابل اللي هي ملعقة كوب من الكزبرة المجففة ملعقة كوب من الزنجبيل ملعقة كوب من الكاري نصف ملعقة كوب من الكركم وحبتين من الهيل إضافة الزنجبيل جدا ضرورية في حال متوفر عدكم زنجبيل فرش أو طازج يكون أفضل وطعمه أكيد أطيب ونحمسه بالبداية نشوه حوية البصل والثوم حتى ينطينا النكهة المطلوبة لكن إذا ما متوفر عدكم تقدرون تستخدمون الزنجبيل الباودر قلبت التوابل ويبقية المكونات تقريبا دقيقتين هسا على جنب رح نسوي مكان ورح نشوه أو نحمس نصف ملعقة طعام من معجون الطماطق رح أقلب بعدين معجون الطماطق ويبقية المكونات حتى ينحمس بصورة جيدة ورح أضيف أيضا حبة طماطق كبيرة قشرتها وهرستها باستخدام محاضرة الطعام هذه المقادير هي لنصف كيلو من صدور الدجاج في حال زيادته الكمية ضعفوا المقادير رح أضيف هسا كمية قليلة من الكزبرة الفريش الخضرة إذا ما متوفر عدكم الخضرة تقدرون نضيفون شوية من المعدنوس أو البقدونس المفروم لكن طعم الكزبرة ويها هذه الوصفة كلش كلش أطيب في حال ما توفرت عدكم تقدرون تستخدمون المعدنوس أو البقدونس كبديل بعد أن قلبت المواد مع بعضها تقريبا دقيقة مؤكثر رح أضيف هسا كوبين من الماي مع كوب من كريمة الطبخ أو ما يعادل 200 مل من كريمة الطبخ في حال ما متوفر عدكم كريمة الطبخ تقدرون تجيبون كوب حليب وتخلطونه إياه ملعقة طعام كبيرة من القشطة وبهي شكل هذا تضيفوها كبديل لكريمة الطبخ أيضا رح تنطيكم طعم كلش طيب رح أضيف أيضا كمية من الملح وكمية الملح حسب تذوقكم وحسب الكمية اللي دات حضروها رح أحرك المكونات كلها مع بعضها وأغطي المقلات ماتية أو القدر وأتركها على نار متوسطة حتى تتسبك وتستوي المواد على مهلها تركتها تقريبا ثلاث ساعة على نار هادئ وهذا صار قوامها طبعا ريحتها تخبل طعمها يجنن إن شاء الله تجربوها ومتأكدر رح تعجبكم هسا رح أشوفكم قوام المرق ماتة طبعا روعة روعة إن شاء الله تجربوها تاكلوها أحبابكم بألف صحة وعافية وصفة كار الدجاج من الوصفات المعروفة والمشهورة وطريقة إعدادها يعني تختلف من منطقة لمنطقة بالأصل هي أكلة هندية كلش طيبة وسهلة موادها متوفرة إن شاء الله تجربوها وتاكلوها بألف صحة وعافية وهذا شكلها في صحنة تقديم زينتها بشوية من الكزبرة قلت لكم في حال ما تحبون طعم الكزبرة تقدرون تستبدلوها بالمعدنوس أو البقدونس لكن الكزبرة وياها كلش طيبة طبعا تقدم مع الرز الأبيض وعلينا وعليكم بألف صحة وعافية هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم يارب يكون الفيديو عجبكم إذا حبيتوا لا تنسوا تخلو لي لايك وتشاركوون الفيديو بين الأصدقاء وإذا بعدكم ما مشتركين بالقناة اضغط زر الاشتراك وفعل الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة أنزل بيها فيديو جديد شكرا للمتابعة وإلى اللقاء